من المقرر أن تشرع الحكومة في إنجاز ثلاث مراكز لمحاربة السرطان بولاية الجنوب قريباً وهو المرض الذي يكلف الخزينة العمومية ما لا يقل عن 64 مليار دينار قيمة تكلفة الأدوية المخصصة لمرضى السرطان بحسب ما كشف عنه وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات محمد ميراوي خلال نزوله ضيفاً على شروق موننغ والعلاج للمراكز لمحاربة السرطان اللي هم متوجدين في 8 رأسة اللي سيكونوا متوجدين في 8 رأسة وفي ورقلة أن الأدوية المخصصة للسرطان عن الثمن تحت تقدر ب64 مليار دينار دزائري وهي أن يتمثل أكثر من 60% من الأدوية اللي هي على مستوى الصيدة المركزية للمستشفيات ميراوي كشف أيضاً عن إعطاء الأولوية القصوى لتحسين الخدمات الصحية خاصة بالولايات الجنوبية حيث سيتم مستقبلاً رقمنة المواعد الطبية لتقليص مدتها ووضع لجنة يقظة لتقييم الوضع على مستوى سيدليات الخاصة مؤكداً أن مخزون الأدوية سيكفي لأزيد من 6 أشهر أنا أكد لك من هذا المنبر أن فيما يخص الأدوية الاستشفائية لا يوجد ندره لا يوجد ندره لأن المخزون على مستوى الصيدلية المركزية للمستشفيات يفوق ستشهر هذه أنا أعطيت تعليمات لوضع هذه الشبكة ورقمنة للمواعد حتى نتفدأ هذه المواعد التي أصبحت تؤرق المواطن في كثير من المرات كذلك لما ننسوش أن ندور المؤسسة العسكرية في مرافقتنا في الخدمات الصحية في الجنوب والهذاب العليا وكذلك حتى في محاربة السرطان هذا وكانت الحكومة قد رفعت التجميد عن العديد من مشاريع بناء وتجهيز المنشآت الصحية بولاية الجنوب والهذاب العليا عن طريق تخصيص ما لا يقل عن 17 مليار دينار